السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بسياداتكم في برنامجكم مع الكاشف في بداية الحلقة احب ارحب بضيوفي الكرام الكابتن عمرو موسى بطل جمهورية في كمال الاجسام والكابتن ابو زيد محمد بطل جمهورية في كمال الاجسام احب نرحب بحضراتكم معنا عزائي المشاهدين قبل ما نبدأ مع الكابتن عمرو والكابتن ابو زيد نحب ننوه اللي كان معنا مشكلة الارض بتاع الراجل الغلبان بتاع نزلة لاشتر ابو النمرس وهنجمع تليفون دلوقتي ونعرف تفاصيل الموضوع دلوقتي ان شاء الله اولا نقدم العزاء لأسرة الرئيس مبارك ولا الدولة المصرية في وفاة الرئيس مبارك انا كنت من ضمن الناس اللي تلقى تثورة ضد الرئيس مبارك ولكن لما توفاه الله اصبح ما فيش بيني وبينه اي حاجة غير الله يرحمك ويسمحك علشان حتى لما يكون انا علي حاجة لحد ربنا يهدهولي ويقول لي الله يرحمك ويسمحك خلاص الله يرحمه ويسمحه كل واحد عمل اللي في مقدرته واللي في ساعته ومش عايزين ننسى ان احنا برضو شعب مش ملتزم بالقوانين لو ملتزمين بالقوانين وبنفعل كل حاجة كنا هنمشي مظبوط خالص العزاء والموساء لأسرة الرئيس مبارك معانا الستاذ مجدي خليفة من ابو اتاتا اهلا الستاذ مجدي اهلا معالي الباشر ازاي جا باشر اخبارك ايه الحمد لله يا رب اخطمنا عليك يا باشر احنا بندور علشان نجيب لكم حقكم وعايزين نقرض المشكلة يعني للمجتمع احنا كنا قلنا ان الارض دي قاعد فيها ناس مش امنعكم من ان انتم تخشوا الارض بتاعكم وانك انت راجل تعتبر حامل امانة اه تؤجر عليها امام الله انك انت كنت خايف على املاك ناس غلبانة من ان حد يعتدي عليها مظبوط مظبوط افندم تمام تمام وان حضرتك حامل امانة اه اه قد ترخيرك انك انت شايلها وبرضو احنا مكملين معاك ومكملين مع الورصة ان ان الحكومة المصرية تساعدهم انهم ياخدوا ارضهم معانا الستاذ مجدي يا عبدالهدي جمال عبدالهدي استاذ جمال معانا خليك معانا او استاذ مجدي بحاضر افني بحاضر استاذ جمال معانا خليك معانا او استاذ مجدي بحاضر افني بحاضر دخل معانا الاستاذ جمال ايوة استاذ جمال ازايك ازايك يا باش الله يخليك احنا كنا اتكلمنا دلوقتي بخصوص الارض طبعا بتاعة عم صبحي والورثة ان الاستاذ مجدي هو امين الصندوق والرجل اللي انتوا استأمنتوه لحد ما تحبوا تستلموا الارض بتاعتكم واتبعوها مظبوط؟ نعم حضرتك دلوقتي الاستاذ مجدي معاهي الامانة بتاع الارض اللي حضراتكم عايزين تستلموها وتدخلوها اي تنام كده مظبوط؟ اللي هي بتاع الحج صبحي والورثة بتاعته مظبوط يا فندي طيب حضرتك دلوقتي كل اللي انت عايزوا ان الدولة تتدخل لان هي تساعدكم على استلام رأسكم من جدكم اللي منعكم منه ناس جاخل الارض منعاكم تدخلها؟ بالزبط كده يا فندي مظبوط كده والستاذ مجدي؟ مظبوط يا فندي مظبوط طيب وبنان عليه احنا بنرفع اللي ان ده ده لوزارة الداخلية والنائب العام وللدولة المصرية ان فيه راجل غلبان ان فيه راجل غلبان عم صبحي عم صبحي معنا؟ اه مع الجمال عم جمال ان فيه راجل غلبان محتاج يدخل الارض بتاعته اسمه صبحي من نازلة لاشتر من ابو النمرس موكل الاستاذ جمال والاستاذ مجدي علشان يساعدوا والناس دي تواصلت معايا علشان نعرض المشكلة بتاعتهم للدولة الراجل معايا ورق مسجل وحيازة زراعية ومش قادر يدخل الارض بتاعته ومؤتدين داخل الارض قاعدين فيها برغم القانون يا فندي استاذ جمال اه اتفضل يا بار احنا انا كده انا كده تقريبا شرحت الموضوع مضبوط ولا فيه حاجة عاية تضفها احنا مش عارفين نخش الارض خالص مش عارف تخش الارض خالص؟ خالص ايه اللي بيحصل معاك يا فندم لما تيجي تدخل الارض بتاعتك؟ فيه ناس معاها سلاح معاها سلاح منعاك تدخل اه؟ منعاك تدخل اه عم مجدي نعم اه مجدي معا كل حاجة حضرتك دلوقتي ان شاء الله بإذن الله كده بإذن الله هيكون فيه استدعاء علشان خاطر تستلموا المراز بتاع عم صبحي وكل واحد ياخد حقه بإذن الله متشكرين جدا يا فندم للمداخلة شكرا شكرا يا فندم شكرا انا طولت اوى على الابطال اللي معانا بس بصراحة هم لما هيسمعوا الكلام اللي احنا بتتكلم فيها اتبسط من القضية اللي احنا بتتكلم فيها كابتن عمر زي حضرتك الحمد لله يا خلي اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير اه كابتن عمر في مجال كمال الأجسام لو حبينا نسأل سؤال في المجال وفي التخصص تمام؟ ايه الأسئلة اللي نفسك تتسئل حضرتك الأسئلة اللي نفسك تتسئلها اسألها لي لكابتن أبو زيت أبو زيت كابتن أبو زيت لو واحد أول يوم يخش الجيم هنشتغل معاه ازاي عشان في بعض لعيبة جديدة بتقع في أخطاء وبتضرب وبتشيل أوزان فوق طاقتها أول يوم عايزين نعرف ساعة من خش الجيم نعمل ايه كابتن أبو زيت؟ نبدأي أن الطبيعي أن أنا بيتعرف على العالة الصحية بعرف إن كان بيشكل من حاجة أو لا عنده مشاكل في العظام أو لا لو عنده مشاكل في العظام بيقوله تمارين معينة اسمعها أيزومترك اللي هي تمارين بتعتمد على السبات لتخويت المسلز بتاعك طب هو ما عندهش حاجة خلاص؟ بيبدأ أمرره تمارين أيزوتوني اللي هي تمارين متحركة خلاص؟ بجانب الكلام ده كله بنبدأ نعمله سيشن إم بادي بيطلع لي ترجل جسمه قدامي بيبدأ أعرف الرجل ده دون عنده قديه أو الفتأة دي عنده المصل في الظروفة إيه الأملاح المعدنية المية تحت الجلد ومعدل حرقه وبينها عن عاديه بيبدأ أفعله برنامج التغذية المناسب دي الخطوة الأولى خطوة الثانية والأساسية بعد كده برضو إن أنا ببدأ أعرفه على جهزة وعلى أسلبي التغذيب عليها بالزابط بشكل كويس والزوايا إزاي تكون مزبوطة بتاعت جسمه طب نظام التغذية نظام التغذية بنرجع للألياف العضلية حسبا إذا كان هو من الألياف الحمراء بيكون له تغذية معينة من الألياف الحمراء الحمراء تمام اللي هو بيبقى نسبة المصلز فيها أعلى الألياف الحمراء اللي هو بيكون معدل حرقه عالي تمام بطيء في زيادة العضلات سريع في الحرق جدا تمرينه بيكون إزاي تمرينه ما بتعخطاش 35 دقيقة في بعض لعيبة بتخش الجيم هو بأليافه حمراء فهو عنده معدل الحرق عالي تمام بيخش الجيم يقعد يتمرن مساء الساعة طالما عدى الساعة كلام ده غلط المفروض أنا أليافه حمراء معدل الحرق عالي وقت التمرين بتاعي ما يتجوز 35 دقيقة كلام ده صح صح جدا طبعا طب بالنسبة اللي عنده الفات أعلى نسبة الفات في جسمه أعلى ده طبعا بنرجع للعلياف اللي هي ونها البيضاء لأن ده بيبقى راجل سريع في زيادة العضلات بطيء في الحرق فده بنزود له بنكسف له التمرين شوية وقت التمرين بتاعه بيكون من خمسين لستين دقيقة برضو من خمسين سستين دقيقة برضو أكتر من اللي عنده المعدل الحرق عالي المعدل الحرق عالي طبعا والتغذية بتاعته بتختلف تماما عن المعدل الحرق عالي المعدل حرق عالي اتفضل امتى يكون في حصة رياضة داخل المدارس يعني زي حصة الألعاب بس نقول حصة رياضة حصة رياضة اللي هي كونغوفو اللي هي كمال الأجسام واللي هي السباحة يعني حصة رياضة حقيقية حصة رياضة حقيقية داخل تأهل النشأ الجديد أنا بالنسبة من وجهة نظري أي شاب أو واحد كبير عامة ما بيمرس رياضة دفن حياته بالحية دفن حياته بالحية طب أنا أقدر أقول دلوقتي من خلال السؤال اللي أنا سألته إن إحنا دلوقتي ما فيش حصة رياضة داخل المدرسة حقيقية درلل ما فيش الكلام ده أخرهم يعني لا يعني الموضوع ده تنفذ يوم واحد رياضة في الأسبوع هو حلو مش وحش بس يعني ما قال له حاجة مش كفاية طبق إيه رأيك أنت حضرتك وقلت حاجة دلوقتي يوم رياضة كامل في الأسبوع هو كله كامل يوم رياضة هو يوم رياضة كامل هو ما يتخطيش الساعة 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 سواء بقى كورة يعني برضك عشان ده لسه يعني لو سنه صغير يعني هي الساعة يعني ممكن مثلا حصتين رياضة في الأسبوع في الأسبوع جميل قوي كويسين جدا نحن بنوجه نداء للدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم أن يعني لو أمكن أن يكون في حصتين رياضة في الأسبوع في وسط المدارسة دي برضو هتشجع على أن الأولاد يكونوا صحتهم كويسة والأمراض تكون قليلة أو غير مباشرة لهم وبخصوص موضوع المدارس وموضوع مرض كورونا ومش كورونا الموضوع منتشر قوي في البلد الناس بتتكلم فيه من تحت لتحت وناس مصدقة أن ما فيش وناس مصدقة أنه فيه وأنا متعيقل أن موضوع الهاجس الهاجس بتاع كورونا هو نفسه ممكن يسبب لنا كورونا أنا مش عارف يعني الهاجس نفسه أنا مش عارف هو إيه المانع إن إحنا ممكن نأجل الدراسة هذا العام هي الدراسة أغلى من أولادنا ولا أولادنا أغلى من الدراسة الإجابة عند حضراتكم كابتن أبو زيد أنا عايزك بقى تضرب بقى كابتن عمر سؤال كده بقى إيه بتاعت الحزاب تمام كابتن عمر هو السؤال فاني جدا وبسيط جدا من يعني أقنعك باللعبة أو خليك تخش في صميم اللعبة تمام وخليك تطلع المسرح وخليك تنافس كتير من ناس المشجعين الأساسين اللي يجب والله أنا بالنسبة لي هو والدي كان بيدعمني خلاص اللي حببني أول حد حببني في اللعبة عالتواب صاحبك دي أول واحد خبني بطريق الجيد عالتواب إيه عالتواب حمد عمر خلاص بعد كده كابتن سيد فرج الرجل ده جميل وفوق دماغ الرجل ده يعني ما شاء الله عليه بطل الجمهورية وبحر المتوسط كابتن وليد سعيد والكابتن هشام عبدالله والكابتن وليد صلاح الناس دي فضلها وجملها فوق رقابتي الناس دي شجعتني حبابتني في اللعبة قصة الرياضة لو واحد يستغل واحد ممكن يدمره نحن بنقدم التحية للناس اللي حضرتك ذكرتها بالإسم دي اذكرهم تاني بعد إذنك كابتن سيد فرج كابتن سيد فرج كابتن هشام عبدالله كابتن هشام عبدالله كابتن وليدي الدولي وكابتن وليدي الدولي وكابتن وليد صلاح وكابتن وليد صلاح وكابتن محمود عبد الرحيم دي أخيك كبير بطل عالم كابتن محمود عبد الرحيم بطل عالم بنوصل لكم تهنئة من كابتن عمر اللي بيشكر حضراتكم في غيابكم على مجهودكم ووفكم جنبه وكابتن أبوزيت تحب تشكر مين بالمناسبة؟ أحب أشكر أحب أشكر كابتن سامي حماد بصراحة الرجل ويف جنبي سامي حماد؟ أه ونم الموهبة بتاعتي كابتن سامي حماد تمام وكابتن رامي النشار كابتن رامي النشار الأخ الكبير والمدير الفاضل ليه بصراحة وأكتر حد يعني واجهني في اللعبة دي ويف جنبي وخلاني من أحسن الترينار الموجودين في المكان أو في المجال تمام ودايما بينم معلوماتي ما بيسيبنيش وواقف جنبي طول الوقت بصراحة بالإضافة إلى كابتن وليد إذ ذكروا كابتن عمر كابتن وليد صلاح من الناس المحترم جدا اللي لابلتها في حياتي برضو وأكتر حد كان بشديد دايما للبطولات ما بيسيبنيش بصراحة تمام وطبعا بالإضافة بقى إلى كابتن خالد برضو عماد برضو من الناس كويسة جدا اللي لابلتها تمام الإنسان أوتوماتيك عن التدخين أكيد أوتوماتيك تدريجيا تدريجيا نصلي فيه واحد يتبع متعمق أو يفاق إحنا بنحاول نقنعه يعني لأ يعني هو دلوقتي لو واحد دخل أنا بنديس بالية آه يعني بفضل من ربنا السببت في أكتر يعني فاتح جيمة دي له أربع سنين أكتر من خمسين واحد بطلوا السجاب وحاجات تاني على إيدي أكتر من رب أكتر من خمسين واحد بطلوا تدخين بسبب الرياضة على إيد الكابتل عمر موسى على إيد فرد واحد من أفراد الرياضة المصرية خمسين واحد هو بالنسبة لي ساعة ما بيخش الجيم يلاقي نفسه بقى يشيل وزن ما فيش رياضة دورة دمانية دايما لما بيتحسن صحية لو عايزين نحارب المخدرات نحاربها بالرياضة أكيد 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 الرياضة دي حاجة جميلة يعني أي شاب لو لنته في بداية الحلقة من غير رياضة دفن حياته بالحياة أمنية حياتك إيه في موضوع يعني في لابة كمال الأجسام أمنية حياتك إيه يبقى فيه اهتمام وأكون بطل عالم إن شاء الله وإن شاء الله يبقى فيه اهتمام إذا الكابتن وليد ما بقول الشباب والرياضة الشباب والرياضة ياريت يعني يعني وزارة الشباب والرياضة يهتموا بينا شوية ويبقى فيه دعم طيب إحنا برضو بنوجه نداء لوزارة الشباب والرياضة مشكورة إذا كانت بتسمعنا إن الكابتن عمر موسى بيترجوا حضراتكم الاهتمام بكمال الأكثام الاهتمام برياضة القوة وكمال الأكثام فيه بقى سؤال عايز أسأله لو جالك حد عايز يبطل التدخين ويعمل رياضة وهو ما عندهش الكدرة المادية أنا بالنسبة لي لو جاني أي واحد والكلام ده أنا بقوله أنا أقف معاه وأجيب له ناس كمان تعالجه وتصرف عليه يعني أنا السنة اللي فاتت سيادة النائب صبح الدالي كان موجود عندي نعلم التحية للنائب صبح الدالي نائب دارة البدرشين فاتكلمت معاه في الكسة دي قال لي يا عمرنا لي يا دكتور صحبي تعالى ونديك وراء وتروح يتعالج مش هيغرم حاجة وفعلاً الكلام ده أنا نشرته على الفيس خلاص وبعض ناس وفي ناس بردك راحت وتعالجت تمام أديل فترة أديلهم أسبوع عندنا الشباب في البلد عاملين حاملة للمخدرات والكلام ده بردك أنا يعني نفسي الموضوع ده يمشي وأنا بالنسبة لي أي حد في مستطاع لو يشرب سجاير يجي أقف معاه أقف معاه وإن شاء الله بإذن ربنا يكرم كابتن أبو زيد أنا بالنسبة لي مثلاً أكيد حقف معاي حد إحنا في مؤسسة إيت شوب نقول إن إحنا شعرنا جيم لكل الناس يعني لكل الناس الجيم اشتراكه في متناول الجميع والله لو في ناس جاء حد جاه ومش قادر يدفع كابتن سمح بيتابناها طيب وبيضة بردك إخلا وإحنا كمدربين جنبه وبفضل أحفزه طول الوقت لغاية موصله المستوى الهرمونات بقى والسيت هرمونات اللي بيتكلموا عليها الناس نتكلم دي جميلة وممكن تكلمنا كده هو حضراتكم شغالين بيها ولا مش شغالين بيها أنا مكملات غزائية وأكل طبيعي فإحنا بنكلهم في اليوم وفي حاجة اسمها هرمونات مكمل غزاء ده حاجة بيتكمل مصنوعة من الطبيعة طبعا خلاص فده مكمل غزاء ما يضرنيش يضر في حالة واحدة ساعة ما يبقى فيه إفراط فيه وتستعمله بكمية كتيرة ومشربش مية آخره يعمله ترصبات عالكل ده مش لي أنا ده اللي اللي مش فاهم وبرضا وبنصح أي شاب داخل جم ما ياخدش حاجة ما يعرفش مصدرها ما فيش واحد يضحك يعني في بعض ناس تاخد حاجات التجار هم يمهمهم يكسبوا يكسبوا التجارة باشا نعم لا اللي عنده دي موحد ممكن يكون واحد فتح جم وبيدي آه آه هو نفسه ممكن يشتعى كن صم يشرف عليه ويحسبه هو ده عايز تدخل بقى من وزارة الصحة يعني دهوله من الاتحاد ومن وزارة الصحة مزارة الصحة لازم تقوم يعني فيه جردات وناس بتاخد حاجات هي فعلا عرضي انه هيتقال لعبك كمال أجسام يعني بعض ناس أبص ألاقيه سواء مرفوع على الفيس أنا أقرف أبص المنظر عضلاته عضلاتنا يعني شكل جمالي تناسق عضلي تبص الجسم اللي عيب كمال أجسام يجذبك كده هو ده لعب كمال أجسام لوحة فنية مرسومة يعني هو الإنسان اللي بياخد هرمونات وحاجات من دي بيدمر حتى شكله مش ويع مش حل حاجة كده غريبة كده قدامكم يعني فيه ناس بتاخد حاجات طباوة زهر على المسرح طباوة الشكلة ما يكسبش بقى شكل عضلاته وعش هو الحاجة ما عارفه شايف ده عارف ده حاجات معينة ما يدخلوش في التوب ست ولا يكسب خالص يبقى مثلا فيه لعبة تبقى مع المسرح أضم مراتين وبكسبها بيبقى ضرب حاجات أنا شكل جمالي تناسق عضلي زي كابتن وليد أبو زيب برضك احنا اللي بنأكلنا أساساً من عد ست واجبات في اليوم ست واجبات اه فس مش واجبات كبيرة يعني واجبات سوارة ومفيش اي دعم من الدولة لا ولا فيش اي دعم نهائي نهائي لعبة كمال أجسام متقدمين عن الكورة كتير احنا ما شاء الله لعب واحد بيجيب لك بديليا واحد هيلعب بطولة احتراف السنة دي اه احتراف دي بطولة مصر قلومبي دي معادلة زي كاسي العالم احنا رحنا كاسي العالم كمار بطولة مصر قلومبي لعبة كتير هو لما حضرتك أخذت بطولة الجمهورية تمام وزارة الشباب عرفت عنك حاجة ولا حد سارفينة ولا حد سارفينة هي الميديليا والشهادة وشكرا على كده يعني ولا الدولة احنا اللي بنصرف ده اللون اللي اللي انا حطه في اخذ بطولة احنا اللي سارفينه ولا تعدتك تفيد الناشئ بأي طريقة ولا اي شكل اي حاجة احنا بنوجه رسالة لوزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم انه يحصل اتفاق ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الرياضة بان وزارة الرياضة تقوم على تدريس الرياضة الرياضة العاب القوة كمال الاجسام والرياضات الاخرى والسباحة من خلال حصتين اسبوعي ويتم التنفيق على توفير المدربين من خلال وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم مشكورة يريد تقبل الفكرة بكل تواضع يعني من غير ما نفضل ندخلها فيه نقاش يحضلنا عشر سنين عشان ننفذها تدقوني لو تنفذت هتبقى كويسة جدا 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 ومرضوها عالي اوي والله الرياضة الشب هتنمي الجيل اللي طالح كله هتنمي الجيل اللي طالح كله هيبقى طالح كله زاكرته كويسة ليقته كويسة عقله سليم كل حاجة تمام يمكن يكون في حد رأيه ولا حاجة مش عايز ينمي الجيل ولا حاجة لا 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 بالنسبة للرياضة طالب لما يبقى فيقولها السنوي ويبتدي يخش الجيم وجسمه يحلو ويخاف على صحته بيخاف يعمل حاجة غلط يجي يقول لي يا كابتن ده أنا كنت هشب سجاير ده أقول لي يا ابني جسمك يبقى حل تشب سجاير تضيع صحتك يقول لي لا أبص ألاقي صاحبه بقى جسمه حلو صاحبه شافه يجي يتمرن فهي الرياضة حلو تبعد عن حاجات كتير وحشة عن الصحابة السوق عن أحدى وحشة يعني قد فراغه بيطلعه في الجيم تقريبا قد فراغه بيطلعه في الجيم فيما حاجة مفيدة واردك الطاقة اللي عنده بيطلعه في حاجة مفيدة كابتن عمر موسى بطل الجمهورية في كمال الأجسام كابتن أبو زيد محمد بطل الجمهورية في كمال الأجسام كابتن أبو زيد ده وحضرتك منين؟ أنا من البدراشين بشاهد حاليا في بدان لبنان يعني أعني في بدان لبنان أبناء البدراشين كابتن عمرو موسى وكابتن أبو زيد أبناء البدرشين أبناء الجيزة أبطال الجمهورية الشبك الغربي أهلاً سهلاً بحضرتك الشرفتونة ودعوة لكل من يريد أن يعني إنسان ناجح وعايز يظهر نجاحه للمجتمع يتواصل مع إدارة البرنامج ويشرفه في أي وقت التلفزيون تحت أمره وهو هيكون صورة كويسة أوي للبلد يريد اللي قلناه في الحلقة من اقتراح لوزارة التربية والتعليم وزارة الرياضة ما تنسوهوش حاجة كمان كنت قلت عليها في الحلقة اللي فاتت لو سمحتم قبل ما نقفل الحلقة بتاعتنا السيد رئيس الجمهورية نرجو مصدادك بالتقرم وبجلس الشعب بالتقرم على خطم 20 جنيه من راتب كل موظف مصري موجهة إلى المستشفيات الحكومي مباشرة طل حتى لا يكون هناك مريض بدون علاج أعزائي المشاهدين ساعدنا جدا بوجود حضراتكم معنا وحسن متابعتكم شكرا لكم ونرقاكم في نفس المعاد من الجمعة القادمة إذا أذن الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته